استتباب الوضع الأمني في مدينة الفلوجة دفع بعجلة الإعمار وإعادة الاستقرار نحو الأمام حيث تم إعادة إعمار أغلب البنى التحتية التي دمرها تنظيم داعش ومنها جسر الفلوجة القديم الذي يربط النواحي والقصبات بمركز المدينة وسيسهم بانتعاش الوضع الاقتصادي فيها الحكومة المحلية أكدت شروع المنظمات الدولية بإنشاء مشاريع ستراتيجية أخرى ضمن قطاع الصحة والتعليم والطاقة وتأهيل مشاريع المياه تم إنجاز الجسر الحديدي الآن هو كأعمال مدنية أهمية الجسر الحقيقة هو بالنسبة للمدينة هو يربط الجزء الغربي بالجزء الشرقي من المدينة أيضا وقوع مستشفى النسائية والأطفال في الجانب الآخر من النهر افتتاح هذا الجسر سيخفف كثير من معاناة المواطنين بالوصول إلى المستشفى ومستشفى وحيد في المدينة الفلوجة أهالي الفلوجة أعربوا عن ارتياحهم نتيجة الاستقرار الملحوظ في المدينة وإنجاز جسر المدينة القديم الذي يخفف من معاناتهم بالوصول إلى مستشفى النسائية والأطفال ودخول المحاصيل الزراعية والبضائع إلى أسواق المدينة المساويق رخيصة والجسر هذا الحمد لله وشكر أن جدوا وخلصوا من عنده العبور على المستشفى صار سهل على المدينة اللي منه صار سهل الحمد لله إن شاء الله الوضع زيان وهذا الجسر كميل وفادي المدينة والوضع زيان إن شاء الله وضع الأمني واستغرار هذا الجسر يخدمنا الناس يتعبر عليه على المستشفى لأن المستشفى يخدم الأطفال والأكبار والصغار الناس راجع عليه نحن كنا نفتر على الجسر الفلوجة الجديد وتدرس دحام وسيطرة الحلابسة والسونار ماسونار حس هذا من نفتاح خدمنا بشكل القيادات الأمنية أكدت اتخاذها إجراءات احترازية في السيطرات الأمنية قرب الجسور المؤدية إلى الفلوجة وتخصيص نقاط استخباراتية لتدقيق الوافدين إلى المدينة ومنع أي عمليات ابتزاز مالي ومحاسبة المقصرين كما رأيتم انسيابية واضحة بمرور سواء المواطنين أو العجلات باتجاه محافظة النبار وكذلك باتجاه محافظة بغداد وهناك أيضا مقر مسيطر للإستخبارات العسكرية بإشراء بقياس عمليات شرق النبار لتدقيق كافة الداخلين لهذه المناطق لتدقيق سواء المواطنين أو العجلات الحياة دون دخول أي لاستمح هذا عنصر مسيح إلى هذه المناطق افتتاح هذا الجسر سيسهم بإعادة الحياة والاستقرار لمناطق الفلوجة وقصباتها المجاورة أملا بتنفيذ الحكومة لمشاريع أخرى تعيد الفلوجة إلى ما كانت عليه في السنوات السابقة من مدينة الفلوجة عمر العبيدي الحرة